هوية بريس قوبة إلى الله والمراجعة للأخطاء ديالنا والندم على ما كان من بعضنا من كولسا وما شابهها ونعود أن نرجع للمعقول أنا كان استغرب أخ مومين كي أعرف راسو باللي غيموت والقال الله يبدأ كولس معنا ذك شي ممنوع في قوانين وما ممنوع في قوانين غير وجائز وكان قول الكولس هي تهياللي بينها حيث كين حواج خرين لا يمكن أن نذكر عليهم يتقلوا كي يتقلوا كل واحد عارف كي يدير لأنه قبل ما تكون يا الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى يقول قل آمنت بالله ثم استقيم كما قال الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم كالاستقامة هي اللي كان من غير الاستقامة نقول لكم يا إخوان غير سينوف حالكم غير تفرقوا استقامة حقيقية هذه الاستقامة اللي مطلوبة اليوم صحيح وحد الوقت كانوا الإخوان ديالنا عندهم الحيط والو عندهم شي بزاف وعندهم وديري الحجاب وما نعرف شنون الأخرين هذيك مزيانة ولكن تيصل لي في الجامعة هذيك مزيانة ولكن ما كافياش هذيك وخاص الصدق في القول وخاص الوفاء بالوعود والعهود وخاص خاص الأخ في الحزب العدل والتنمية يكون شامة شامة مرفوعة من الاستقامة يرجع الناس إليها وينظرون إليها فيعرفون الاستقامة ويتكلمون عنها ويعرفونها ويعترفون بها هذا هو أعضاء حزب العدل والتنمية الحقيقيون ثم استقامة عصرية اللي الابت يعلم ما خصوشي خلف قوانين السير الابت يعلم ما خصو يقديد ضرائب دياله الابت يعلم ما خصو يكون مستقيم في المجتمع الابت يعلم ما خصو يرفق زوجة دياله والأولاد دياله وخصو يحفظ على الأسرة دياله هذا الشيء اللي كتقوله بغيتي وتشوفوه في بلدكم الأخذية العدلة والتنمية يقررهم زيان إلا كان أستاذ الأخذية العدلة والتنمية يقوم بالوظيفة دياله بتفاني يكون نموذج إنه إلا إلا كان كل شيء متفق على ردبا عندكم يسحب الكمراء الفساد كين غير في الدوائر العليا فساد رعام في المجتمع من القسم المحاكم المنعرفش أنه وشوفوا قرروا الصحافة قرروا تشوفوا المستشفيات العجب العجب العجاب والناس اللي تقولوا بغوا يصلحوا ما غاي صلحوش علاش لأنهما ما صلحوش نفسهم خاصنا نحن نكون مثال ديال الصلاح والاستقامة في كل ما نقوم وأنا غير نقول لكم حلقة دي أنا دعي أنني أنا مثال للصلاح والاستقامة في كل شيء ولكن كنحاول وكنمدل بجهود وتخسلين وتنطور وتخسنا كاملين نكونوا كنطوروا هذا الشيء هذا هذا هو اللي يخلي يخلي الناس يجيوا لعندك لا شغي يجيوا لعندك وشغي يجيوا لعندك غير علاوة التب منضيت غير علاوة للهدادر شحال من واحد يتعرفي هدر كثير مننا هدك شابات وش كان سهل للهدادر ديالو فين هو اليوم له والد وكالحزاب اللي يتعمروا علينا في ذاك الوقت فين هم اليوم لا يصحوا إلا الصحيح ويأترس 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 اشتركوا في القناة